وصلت قافلة مساعدات دولية أمس إلى ميجيلي عاصمة منطقة تيجراي للمرة الأولى منذ بدء الجيش الإثيوبي عملية عسكرية قبل أكثر من شهر فيما تخشى الأمم المتحدة على مصير اللاجئين الإيريتيريين في المنطقة وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة مؤلفة من سبع شاحنات محملة بالمساعدات الدولية وصلت إلى ميجيلي وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هذه العملية في الرابع من نوفمبر الماضي لطرد القادة المحليين المنتمين إلى جفاة تحرير شعب تيجراي وأعلن في 28 نوفمبر الماضي السيطرة على ميجيلي وانتهاء عمليات القتال ويطالب المجتمع الدولي بالوصول إلى تيجراي المعزولة عن العالم منذ بدء العملية العسكرية لإيصال المساعدات إليها